قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها ردود فعل قوية جدا ضد خطاب رئيس الجمهورية الأخير أمام أساتذة القانون الدستوري برشة مواضيع وبرشة ركائز اليوم ارتكز عليهم أحد داعمي رئيس الجمهورية وهو الناشط السيسي عمد بن حليمة اللي ولت عنده وجهة نظر مختلفة ولكن في البداية فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة نرجو على خطاب رئيس الجمهورية كانت قابل مع ثلاء من أساتذات القانون الدستوري عمل معهم اجتماع في قصر قرتاج في المكتب متاع وبحضور نادية عكيشة الي كانت حاضرة في هذا الاجتماع الاجتماع اتطرق إلى الوضع العام في البلاد وخاصة شروع قيس سعيد في تغيير الدستور من خلال وضع يعني فصول جديدة او تعديل فصول جديدة على دستور 2014 مع شكون تقابل يعني قيس سعيد وشكون هم أساتذة القانون الدستوري اليوم اللي هما خبراء في القانون ثلاء من الأساتذة طبعا نحكي مثلا على الأستاذ والعميد محمد صالح بن عيسى الأستاذ أمين محفوظ والعميد صادق بالعيد اللي هما مولين لرئيس الجمهورية قيس سعيد محمد صالح بن عيسى كان شد قبل وزير في عهد البيجي قيد السبسي معناها من المعروف عليه وأنه هو بين ذفرين حسب عديد المحلل أنه هو معادي للمسار الثوري لثورة 2011 يعني تابع البيجي قيد السبسي هذا بالنسبة لمحمد صالح بن عيسى صادق بالعيد من الموالين أيضا لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد وأمين محفوظ يعني من غير ما نحكيه عليه هو موالي تمام الولاء لقيس سعيد وكان أحضر في عدة مناسبات وخرج في وسائل الأعلام يدفع على رئيس الجمهورية يلا شو نقاط اللي ارتكز عليهم النشطة السياسي عماد بن حليمة باختصار زوز حاجة الحاجة اللولة اللي قالها عماد بن حليمة ورد فيها على قيس سعيد وقلي قال سعيد إنه أنا ما نتحورش مع السريق والخوانة والعمالة النشطة السياسي عماد بن حليمة قال لرئيس الجمهورية هوني عنده ألف حق وما يتفوضش وما يتحورش وما يتنقشش مع الاخوانجية أحنا معاه عماد بن حليمة معروف بيعني إنه هو ضد الاخوانجية وهذا في كل الفيديو تمتاعه وإلا في كل التدخل تمتاعه أيضا هو داعم لرئيس الجمهورية ولكن طبعا مش الدعم المطلق اللي يشيك على بيض هو داعم لقرارات 25 جوليا ولكن فما عدة نقاط عنده عليهم احتراز شنوه الاحتراز اللي عنده اليوم قالوا عندك ألف حق اللي انت ترفض بيش تتفاوض وتتناقش وتتحاور مع الاخوانجية ولكن تونس رهي ما فيهش الاخوانجية كهو التوينسة لكلهم والمنظمات والأحزاب وغير وغير وراموشهم لكلهم اخوانجية اخوانجية هذه حاجة وبتباعة الحال قالوا فما قيوة وطنية تنجم تتناقش معهم وتتحاور معهم فما ناس اخرين متسيسين ما همش اخوانجية ونظاف وغيرو اذوكم الناس المشمولين اللي انتي تنجم تتحاور معهم وتقعدوا معهم بيش توفحوا المستقبل السياسي لتونس فما ناس اخرين ما همش متسيسين ولكن هما مهتمين بالشأن السياسي او بالحياة السياسية في تونس فما مجتمع مدني ما ننسيوش المجتمع المدني اللي عنده دور كبير برشا في احلك المراحل اللي تعادت بهم تونس فما منظمات اليوم برشا منظمات عندها دور كبير برشا في الساحة العامة في البلاد والساحة السياسية كما مثلا اتحاد الشغل كما منظمات الاعراف كما المحامين رابطات حقوق الانسان ذوما الاربع اللي كينوا مكونين ربع رعي للحوار الوطني واللي تحصوا على جائزة نوبيل للسلام وغيرهم من المنظمات الاخرى مش هذو ماكاو يعني يعتبر عمد بن حليم انو الاطرف هذي بالذيت ينجم مثلا ما المانع انو رئيس الجمهورية يتقابل معهم يحكي معهم حتى يشركهم في تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي وتغيير القانون الانتخابي وما الى ذلك الملف الثاني اللي انتقد في عمد بن حليم رئيس الجمهورية هو وقت لي قال اللي فما ناس مكانهم الطبيعي هو السجن ولكن اينا حتيتهم في الاقامة الجبرية والاقامة الجبرية ما هيش مشدة قال حتيتهم في يعني في مربع ستين الف كيلومتر يعني يتحركوا فيه بكل حرية يعني موشك الاقامة الجبرية اللي ما يخرش من الدارة متاعه وتتيرا قال المهم قيس سعيد انه بالنسبة ليهم ما يغادرش البلاد النقطة هذه بالذات حكي عليها عمد بن حليم كيما حكيوا عليها برشا نشطاء اخرين واليك اليوم نحكيوا على تصريح عمد بن حليم اللي قال وانه اذا كان فما حد ما كانوا السجن فانه عليش يتم وضعه في الاقامة الجبرية هذي حاجة ثاني حاجة كتقول انت ما كانوا السجن يعني هذا مساس خطير بالسلطة القضائية وكأنك انت حكمت عليه من غير ما تحكم عليه السلطة القضائية وهذا كلم مختير اعتبره عمد بن حليم لا يمكن ان يصدر عن رئيس للجمهورية نجم ونسمعوه من اي طرف اخر ولكن رئيس الدولة مش معقول يقول كلم كيف هذا يعتبر انه هذا تدخل في القضاء وكان من الاجدر انه تم تحويل الملفات متاع الاشخاص اللي يحكي عليهم قيس سعيد تحويل الملفات هذه للقضاء وخلينا نشوف القضاء ينظر فيها والقضاء بكل استقلالية يحكم في هذه الملفات الملفات تسائل عمد بن حليم عن ملف مثلا القاضي بشير العكرمي بشير العكرمي المتوارد مع الرجد الغنوشي للعنكوش 6000 ملف او اكثر من 6000 ملف مخبين وحاتينوا في اللقجرة ارهبيين سيبوهم ناس مشبوهة في عملية ارهابية يعني من بعد نيابة العمومية وقت كان هو في نيابة العمومية بشير العكرمي سيبهم العبيد هذوما تلعب بملف شكري بالعيد ومحمد البراهمي وتأجيل معناها كما قولوا الاجراء اللي يجب يعملوا توا مثل متابعة فنية لسيارة شكري بالعيد ولا اللي هو يقعد دي ما يماطل فيها او يقعد اكل مماطلة ذيك اللي ضيعت الملف الكل متاع قضايا الشهداء بالعيد والابرهامي ذي الكل ما صار فيه حتى شي يعني النيابة العمومية ما اخذت حتى قرار وما اخذت حتى خطوة من 25 جويل يلتوع في ملف مثلا بشير العكرمي اللي هو ملف مهم جدا اهم حتى من 25 جويل والقرارات اللي جيت بهم القوزة ده ملف طيب راشد وينوش بما صار فيه حتى تقدم ما صار فيه حتى شي اليوم نلقاو اللي ما طالب جدية لقيس سعيد بش الملفات هذو ما في عوضي وقد يحكي عليه مقول هذا ما كانوا سجن وهذا ما كانوا البر وهذا ما كانوا الاقام الجبري يمشي قدم الملفات هذي للقضاء والقضاء هو اللي بش يحكم هذا ما كانوا السجن وإلا ليه اذا كان يعني عابد ما عندوش ملف القضاء كيفش رئيس الجمهورية يقول ما كانوا سجن واعتبر عبد بن حليم اللي هذي سبق خطيرة 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 جدا 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 انه رئيس الجمهورية يقول هذي ما كانوا سجن وهو ما عندو حتى ملف في القضاء وبالعكس شفنا ملفات تختيرة وما تقدمش وما عملش فيهم حتى شي يعتبر عبد بن حليم اللي هذي منطق خطير ويعني أول عباد لازمهم يتحكموا لازمهم يدخلوا للحبس هما لخوانجية والملفات المتعلقة بيهم الجهز السري التسفير الاغتيالات التكفير بارشا عندو من الأدلة حتى رجل غانوشي كيف كلف زوز نواب في الخارج بشي نبوه رغم اللي قرار التجميد ما صار حتى شي وما علقش على الموضوع بالكل وعمد بن حليم وجه رسالة إلى قيس سعيد وقال له مخذيت حتى إجراء في الخوانجية بما في ذلك حتى الإقامة الجبرية حتى قيدي إخواني أو نهضاوي ما حطوا في الإقامة الجبرية ما مسهمش بالكل ما دارش بيهم بالكل وفقط قاعد يقول اللي فما ناس ما كانهم الإقامة الجبرية أو ما كانهم السجن من غير ملفات من غير حتى شي ويذي سيبق خطيرة حسب عماد اشتركوا في القناة